بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق فيها زوجها وجد منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآكل يتامى أعواله ولا تتبدى الخبيث بالطيب ولا تأخذوا أعواله إلى أعواله إنه كان قلما كبيرا وإن خبتم ألا تقصدوا من يتامى فانتحوا ما قابلكم من النساء فإن خبتم ألا تعملوا فواعدا أو ما لفت أيمانكم ذلك أدى ألا تعودوا وآكل النساء صدقاتهم نحلة فإن خبتم لكم عن شيء منه نفسا فكلوه مريئا مريئا ولا تأخذوا الصفاء أعوالكم الذي جعل الله لكم القيامة وارزقوهم فيها وارسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إلى بالنكاة فإن آنست منهم رشدا فادقوا إليهم أموالهم ولا تأخذوها إسرافا وبداء من يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالنعروف وإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشكدوا عليه وكفر بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون لما ترك الوالدان والأقربون لما ترك الوالدان والأقربون معروفا وليخشى الذين لو تركوا من حربهم ذريتا من بعض أطراف عليهم فليتقوا الله وليقولوا قوما سديدا إن الذين يأكلون أموالا يتاهم إنما يأكلون في فكونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أموالكم إذن تركوا حرب الأمثيين فإن كن نساءا يفوقت متين فرقا كوثا ما ترك وإن كانت واحدة خلاله وليأبويه لكل واحد منهم المسجدس وليأبويه لكل واحد منهم المسجدس مما ترك فإن كان له ولد فإن لم يأكل له ولد وإخده فلؤمن كل فإن كان له إخوة فلألمه السلس من بعد وصيتي يوصي يا أبوتين آباءكم وأبناءكم ذلك تدلون أن يقوم أقرب لكم نفعا فريبة من الله إن الله كان عظيما حكيما سألها الله العظيم سألها الله العظيم